باتت الحدود العراقية السورية نقطة تجمع لأكثر من عشرة فصائل مسلحة منضوية في ميليشيا الحشد تنتشر هناك وتتزايد أعدادها بشكل واضح لمهام تخدم مصالح إيران بالدرجة الأساس منذ عام 2017 وتحديدا بعد إعلان العبادي النصر العسكري على تنظيم الدولة تحتشد الميليشيات وتتوزع على شطري الحدود في مساحة تصل إلى 240 كم من أصل 620 كم مجموع الحدود البرية بين البلدين الهدف المعلن من جانب الميليشيات هو تأمين الحدود العراقية السورية من تسلل عناصر تنظيم الدولة غير أن المنطقة الحدودية ومنذ نحو عامين تحولت إلى نقطة جذب لميليشيات حزب الله والنجباء والعصائب والطفوف وغيرها لا سيما في محور القائم التنف البوكمال وعلى ضوء تلك التحركات يقول مسؤولون حكوميون إن تأمين الحدود من خطر تنظيم الدولة ما هو إلا غطاء لبقاء تلك الميليشيات مبينين أن الهدف الرئيس هو تأمين ما يعرف بمشروع طريق طهران بيروت الذي يمر عبر محافظة الأنبار إلى جانب أهداف أخرى تتعلق بمزاحمة الوجود الأمريكي في مناطق شرقي وشمالي سوريا بالنسبة للحكومة في بغداد فلا تملك أي تفاصيل بشأن عدد فصائل الميليشيات أو عديد أفرادها كما لا تملك الحكومة أي تفاصيل بشأن الترسانة التي تملكها القوات المنتشرة بين العراق وسوريا غير أن مصادر عسكرية توضح أن الميليشيات توغلت في العمق السوري في مناطق محددة تصل إلى 20 كم بهدف تقديم الدعم للنظام السوري والميليشيات الموالية له وجود الميليشيات على الحدود بأعداد كبيرة أدى إلى تهجير سكان القرى والأحياء المحاذية للحدود العراقية السورية إذ تؤكد مصادر أمنية حكومية أن أكثر من 300 قرية أفرغت من سكانها ما بين ناحية ربيعة وصولا إلى قضاء الرطبة إذ ما زال سكان تلك القرى ممنوعين من العودة لأسباب أمنية واقتصادية وطائفية وطائفية